بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع مرحبا بكم على قناة STC مع مسلسل لست شيطانا ولا ملاكا عن قصة حياة الملياردير الشاب مارك زوكربيرج مسلسل في حلقات متتالية رؤية محمد السيد السلموني ومع الحلقة الثانية من هذا المسلسل بعنوان الإرهاصات الأولية لظهور مواهب زوكربيرج العبقرية درس مارك زوكربيرج في أكاديمية فليبس إكستر الخاصة في نيوهامشير وأظهر هناك موهبة في المبارزة وأصبح قائدا لفريق المدرسة تفوق في دراسته وحصل على شهادة في الكلاسيكيات أي العلوم التقليدية ومع ذلك بقي مبهورا بالحواسيب وتابع بالتركيز على شغفه من أجل تطوير برامج جديدة في الحواسيب بينما كان لا يزال يدرس في المدرسة الثانوية صنع نسخة أولية من برنامج الموسيقى بندورا الذي أطلق عليه سينابس كان من الواضح أن لديه عقلية ريادي منذ عمر مبكر حتى قبل أن يؤسس موقع فيسبوك حظي باهتمام شركة مايكروسوفت تقربت هي وشركات أخرى عدة من ضمنها من المراهق لشراء برامجه وتوظيفه لديها قبل أن يتخرج فرفض عروضهم جميعا وبعد تخرجه من المدرسة الثانوية في عام 2002 التحق مارك بجامعة هارفورد حيث درس علم النفس وعلوم الحاسب لكنه كان في هذه الفترة قد أصبح متمرسا في البرمجة وبحلول سنته الدراسية الثانية هناك ذاع له سيط على أنه مطور البرامج الأفضل في الحرم الجميعي وفي هذا الوقت طور برنامج اسمه كورس ماتش الذي ساعد الطلاب على اختيار صفوفهم الدراسية بناء على اختيارات صفوف مستخدمين آخرين وساعدهم أيضا في تشكيل مجموعات للدراسة لكن الشاب الجديد كان مشاغبا بعض الشيء وفي العام 2003 ابتكر موقعا كان هذا الموقع من أكثر المواقع التي صنعها إثارة للجدل وسمى الموقع في اسماتش وسمح هذا الموقع للطلاب بالحكم على مدى جاذبية الطلاب الآخرين بالمقارنة بين صورتين والتصويت على الصورة الأكثر جاذبية ثم بعد ذلك يقوم البرنامج بتقييم النتائج وعلى الرغم من أن مارك صنع الموقع من أجل المتعة فقط إلا أنه أصبح بفضل هذا الموقع مشهورا جدا لكن لم يحب الناس استخدام صورهم من دون إذن منهم كما أنه انتهك في الحقيقة سياسة الجامعة لأنه قام باختراق شبكة أمان هارفرد وعلى هذا الأساس تم اعتبار الموقع الجديد في اسماتش مسيئا وغير لائق مما أدى إلى أن الجامعة أغلقت الموقع بعد عدة أيام من ظهوره ولذلك اعتذر مارك عن أفعاله قائلا أنه كان يعتبرها تجربة ممتعة على الحسوب ولم يكن يقصد أو يتعمد الإساءة تعرض مارك بعد ذلك لاتهامات جدة بسبب تعديه على خصوصية الآخرين وكادت هارفرد أن تطرده لكنها حفاظا على مستقبله وضعته تحت المراقبة وكانت هذه أول ورطة وقع فيها لكن رحلته كانت لا تدال في بدايتها رأى العبقري مستقبله وكان لديه إمكانيات ذهنية وعقلية لا يمكن نكرانها ثم أراد الناس أن يعرفوا ويروا ماذا سيفعل مارك بعد ذلك وبناء على الجلبة التي أثارتها مشاريعه السابقة تواصل معه ثلاثة من زملائه الطلاب ديفيانا ريندر والتوأميني كاميرون وطايلور للعمل معا على فكرة موقع تواصل اجتماعي سموه هارفرد كونيكشن أرادوا صنع موقع موعدة لنخبة هارفرد باستخدام معلومات من شبكة الطلاب في البداية وافق مارك على مساعدتهم ولكن أثناء تطويره للبرامج خطرت له فكرة رائعة لإنشاء موقع تواصل اجتماعي خاص به وبعدها بفترة قريبة قرر أن يخوض مغامرته الخاصة بدأ كل شيء في عام 2004 عندما قررت آرب هارفرد الجديد وأصدقائه أن يبدأوا العمل على برنامج اجتماعي معا تضمنت مجموعة زملائه وشركائه في السكن الجديد كريس هيوز وأندرو مكلوم وإدوارد سيفرين وداستين ميسكوفيتش وتبين له أن هذا هو الخليط المثالي من الناس ليشكروا الشركة التي أصبحت في المستقبل أشهر شبكة تواصل اجتماعي في العالم إذن في الرابع من فبراير من العام 2004 ومن غرفته في الحرم الجميعي محاطا بهذه النخبة شارك في إنشاء وإطلاق موقع سمح للطلاب بالتواصل على الإنترنت ذا فيسبوك كان بإمكان كل الذين اشتركوا في الموقع صنع حساباتهم الشخصية الخاصة بهم ومشاركة معلومات عن حياتهم ونشر الصور والتواصل مع مستخدمين آخرين للموقع كان هدفه هو أن يتيح للناس إمكانية مشاركة معلوماتهم في بيئة آمنة يقول مارك هوغربيرج معلقا على ذلك أظن أن تركيزنا كان منصبا على بناء أفضل منتج للناس والأبسط والأسهل حتى يتشاركوا معلوماتهم بكل الطرق التي يريدونها كان الموقع بسيطا للغاية في البداية لم تكن هناك إلا بضع طرق لمشاركة المعلومات وفي السنوات السابقة أضفنا الصور ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل حيث تستخدم كل هذه الأمور بشكل كبير مثلا بالحديث عن الصور فقط فإنه يتم رفع أكثر من مئة مليون صورة خلال شهر في المملكة المتحدة فقط لكن يظل هدفنا هو إتاحة كل ذلك حيث أننا نعتقد أنه لوفرنا أسهل وأفصد طريقة للناس ليشاركوا بكل أنواع المعلومات التي يريدونها مع الأشخاص الذين يريدونهم تحديدا فإن ذلك سيكون أمرا ثمينا جدا على المدى الطويل إن إعطاء الناس سيطرة كاملة على خصوصيتهم وبناء بيئة آمنة فيها المزيد من المعلومات يعدان جزءا هاما حقا مما نفعله ثم بعد ذلك حقق موقع فيسبوك نجاحا من اليوم الأول لإطلاقه أما عن كيف كان تحقيق هذا النجاح فهذا هو موضوع الحلقة الثالثة في المسلسل سوف نسعد باشتراكك في القناة والإعجاب بهذه الحلقة وترك تعليق لنا في الأسفل خار السحيات STC سلموني تريدينج شنل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته